نقطة ماشية وفيه ساكنتين اللي هو الفريق اللي تحت الدرجة الأولى بيتمرن كل يوم بعد تمرين الفريق الأول تحت قيادة الجهاز الفني بالكامل للفريق الأول نفس السيشن نفس الانتنستي نفس القوة بتاعت التمرين فالنهاردة أنت عندك منظومة يعني فارقه من الأندية اللي أنا عايز أضرب بها مثل كويس أنه لازم أن الناس كلها تبص تحت وأنها تتطور من قطاع الناشئين واتطور من المدربين ويبقى عندها ساكنتين محترم لو استدعيت أي لعيب في أي وقت للفريق الأول هتلاقيه لأنه يتنمر مع المدرب وعرف فلسفته وعرف أسلوب لعبه والكلام اللي بقول هذا صح كنت تعطفه أو لا؟ لا مضبوطة جاتر أحمد وعندنا يمكن اللي حاجحنا خلال السنة اللي فاتت بس أننا نعمل قطاع الناشئين وبراعا لأننا قبل كده كان عندنا قطاع الناشئين المكناتهم محدودة شوية وكانوا لما كنا في الخصم الثاني وكانوا بالعمل في حدود المصادقات والفرع يمكن السلفات أنا مشرف طبعا على قطاع الناشئين والبراعا اللي أجعنا بعملي كمدير كورة براعا الأول أدرى أننا نعمل في خلال شهرين نعمل قطاع كامل يعني معنا الدكتور أحمد عشور مدير فن القطاع من شارك مصابعة ألفين واحد ألفين وخمسة وسبعة وثمانية وبعدين البراعا عندنا كف الخالق gained مدير فطاع البراعا من تسعة بقى قليل عشرة أحد أشرة أثناثة ومنعمل تيم كمان ألفين واربعتاشر المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة